اشتركوا في القناة ومجموع الحلقات التي يتحصل عليها كل طفل هو مجموع النقاط يبين هذا الجدول النتيجة التي تحصل عليها كل طفل من الأطفال الثلاثة إذن المطلوب الأول اكتب النتيجة التي تحصل عليها كل طفل على شكل مجموع ثم بين من هو الفائز المطلوب الثاني اكتب كل نتيجة على الشكل النموذجي المطلوب الثالث اكتب هذه الأعداد بالأرقام ثم بالحروف الإجابة تكون كما يلي النتيجة التي تحصل عليها كل طفل على شكل مجموع هي ألف تحصل أمين على ست حلقات حمراء أي ستمائة ألف نقطة وخمس حلقات زرقاء أي خمسون ألف نقطة وحلقة واحدة سوداء أي مئة نقطة وحلقة واحدة صفراء أي نقطة واحدة ويصبح المجموع ستمائة وخمسون ألف ومئة وواحد نقطة كما تحصلت إيمان على ست حلقات زرقاء أي ستون ألف نقطة وحلقتين سودوين أي مئتين نقطة وخمس حلقات خضراء أي خمس ألاف نقطة ويصبح المجموع خمسة وستون ألف ومئتي نقطة وتحصل حمزة على أربع حلقات صفراء أي أربع نقاط أربع حلقات بنفسجية أي أربعون نقطة وحلقتين حمراوين أي مئتي ألف نقطة وثلاث حلقات خضراء أي ستلاف نقطة ويصبح المجموع مئتي ألف زائد ثلاثة ألاف زائد أربعون زائد أربع إذن الفائز هو أمين ننتقل إلى السؤال الثاني كتابة كل نتيجة على الشكل النموذجي آية مسجلة أمامكم بالشكل النموذجي أما السؤال الثالث فيطلب كتابة هذه الأعداد بالأرقام ثم بالحروف أنجزوا المطلوب الأول أكتب بالحروف كلا من العددين العدد الأول ألف ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ومئتان وستة وثمانون العدد الثاني با ثمانمائة ألف وخمسمائة السؤال الثاني أكتب هذين العددين على الشكل النموذجي ويكون بهذا الشكل الذي هو أمامك السؤال الثالث أوجد العدد الموافق في كل حالة أي المساوات إذن ألف العدد الموافق للحالة الأولى هو خمسمائة وستة ألاف وثلاثة وتسعون العدد الموافق للحالة رقم با تسعمائة وستون ألفا وتسعا وتسعون السؤال الرابع يطلب منا كتابة كل من العددين بالأرقام ثلاثمائة ألف وخمسون صبح بهذا الشكل تسعمائة وواحد وخمسون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون تصبح بهذا الشكل تؤال الخامس يطلب منا أن ننقل ثم نكمل كما في المثال المعطى لدينا ألف ثلاثة واربعون وحدة ألاف وثلاثة وأربعون وحدة يصبح الرقم ثلاثة واربعون ألفا وثلاثة وأربعون السؤال با وحدة واحدة من مئة الآلاف وخمسة آلاف وستة وتسعون وحدة يصبح الرقم أو يصبح العدد مئة وخمسة آلاف وستة وتسعون ننتقل إلى صفحة تماني تماني الأول أكتب بالأرقام أو بالحروف ألفان وثلاث مئة وثلاثون تسعة ألاف وخمسون أربعمائة وخمسة ألاف وتسعمائة وتسعة وتسعون مئة وعشرة ألاف والنتيجة كما يلل التمانين الثاني فكك الأعداد وفق النموذج المعطة التمانين الثالث عين قيمة كل رقم في كل عدد لاحظ في التمانين الثالث أن كل رقم له قيمة محددة في العدد الذي ينتمي إليه ففي العدد الأول تسعمائة وخمسة وثمانون ألفا ووحد فالرقم تسعة قيمته مئة الألاف تسعمائة ألف أما في العدد الثاني اثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وتسع وتسعون فالرقم ثلاثة قيمته عشرة الألاف ثلاثون ألفا التمانين الرابع يطلب منا تحديد رقم وحدات الألاف ورقم عشرات الألاف وعدد الألاف وعدد المئات في كل رقم من الأرقام الثلاثة الموجودة في الجدول إذن في الرقم الأول سبعة عشر ألفا وتسعا وعشرون رقم وحدات الألاف هو سبعة في العدد الثاني خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفا وخمسمائة وثمانية وستون رقم وحدات الألاف هو ثلاثة في العدد الثالث ثلاث مئة وخمسة وربعون ألفا وواحد رقم وحدات الألاف هو خمسة رقم عشرات الألاف في العدد الأول هو واحد في العدد الثاني هو اثنان في العدد الثالث هو أربعة أما عدد الألاف فالأمر يختلف في العدد الأول عدد الآلاف هو سبعة عشر لأننا نقول سبعة عشر ألفا وفي العدد الثاني خمسمائة وثلاثة وعشرون لأننا نقول خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفا وفي العدد الثالث ثلاثمائة وخمسة واربعون لأننا نقول ثلاثمائة وخمسة واربعون ألفا عدد المئات في العدد الأول مئة وسبعون في العدد الثاني خمسة ألاف ومائتان وخمسة وثلاثون وفي العدد الثالثة ثلاثة ألاف وأربعمائة وخمسون إذن ما هو الفرق بين الرقم والعدد في الجدول فلو وضعنا العدد سبعة عشر ألفا وتسعون وعشرون في الجدول يصبح تسعة في الوحدات واثنان في العشرات والصفر في المئات وسبعة في وحدة الألاف والواحد في عشرات الألاف إذن سبعة هي رقم وحدة الألاف وسبعة عشر هي عدد الألاف أبحث وضعنا الأعداد من واحد إلى تسعة في الخناة التسعة الأعداد المكتوبة مقابل الأسهم هي نتائج جداءات أعداد كل سطر وكل عمود وكل قطر المطلوب أو جد أعداد الخناة والنتجة تكون كما هي مبينة في الجدول شكراً لاهتمامكم ومتابعتكم سنلتقي في درس آخر إن شاء الله